سفير السعودي نهارده كان بيجدد إدانة الحكومة حكومة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الاستهدف مسجد الروضة وطبعا كانت إشارة للحادث الأخير وكان بيرأس الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية وده عقد بناء على دعوة مصرية لبحث تطوير اسلوب أو تطوير منظومة العربية لمكافحة الإرهاب مصر دولة كبيرة وعظيمة ولا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال أن يحدث فيها ما حدث والنقطة الأساسية في هذا الأمر هو الفعل وليس القول هناك للأسف الشديد بعض الدول العربية تسمع منها الكلام المعسول ولكن تصرفاتها من وراء الأستار يدعم الإرهاب ويأول الإرهابيين ويغمولهم وينشر رسائل الكراهية والحقد من خلال منابرهم الإعلامية فهؤلاء يجب أن يتم إدانتهم بكل الأشكال نحن في المملكة العربية السعودية عربنا أكثر من برنا أن المملكة تدين أي عمل إرهابي تتعرض له أي دولة عربية فما بالك من مصر نستنكر هذا الفعل الآثم يعني ليس من المعقول أو المقبول الإرهاب بشكل عام لكن أن يأتي في بيت من بيوت الله والناس يعني يسجدوا في الأرض طاعة لله ويتم تفجيرهم جميعا فهذه الأمور يجب أن تحارب بكل شدة وأكدنا على أن تبادل المعلومات من أهم الأمور التي يجب أن نقوم بها والحرب ليست حرب عسكرية فقط حرب فكرية لمحاربة هذا الفكر المتطرف والرسائل التي تبث إلى الشباب وإيهامهم بأنهم سيدخلون الجنة بمثل هذه الأفعال الدنيا فالحمد لله أنا أعتقد الجلسة اليوم كانت جلسة تاريخية وأنا كما سميتها اليوم يوم المحبة والتضامن مع مصر قيادة وحكومتنا شعبا هذا الحضور المميز الحقيقة كان واضح للجميع مدى تأثرنا جميعا بما حدث في سيناء وفي مسجد الروضة وإن شاء الله هذه الأمور لن تنال من مصر ولا من مكانتها ولا من عظمة مصر أكبر لن تنال منها هذه الأمور الخسيسة في نفس الوقت أدعو الله العلي القدير أن يمنى على مصر وعلى شعبها وعلى كافة الدول العربية بالأمن والاستقرار ولكن وهذه الحطي تحتها 20 خط لا بد من أن نتضافر الجهود بصدق وبفعالية لمحاربة هذه الآفة التي أصبحت للأسف الشديد تتزايد يوما بعد يوم